اهلا بكم الى موجز اخبار الان توغلت قوات النظام السوري بدعم جويا روسيا في المناطق الواقعة غرب مدينة الميادين وسيطرت على عدة ابنية في القسم الغربي من المدينة بعد تقدمها من جهة البادية وتعد الميادين الى جانب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق احدى اخر معقلين بارزين للتنظيم في سوريا ويقول محللون ان داعش نقلت جزال اكبر من قواته وقادته الى المنطقة مع خسارته معقل عدة مرر مجلس الشيوخ الامريكي مشروع قانون العقوبات ضد حزب الله الذي اقرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ووفق بيان اصدره المجلس فانه من شأن مشروع القانون تعزيز وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها او فرضها قانون منع تمويل الارهاب الدولي الصادر عام الفين وخمسة عشر اكد وزير دولة الشؤون الخارجية في الامارات انور جيرجاش ان النجاح المبهر الذي حققته زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز الى روسيا يعد نجاحا لكل العرب كما اشار الدكتور جيرجاش الى ان الدورة المعنوية والسياسية للسعودية دوليا يترجم لصالح استرجاع العربي لهيبتهم عرب وزير خارجية روسيا سيرجيل افروف عن امله بان يتخذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرارا متوازنا بشأن التزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج ايران النووي وقال الافروف انه من المهم للغاية الحفاظ على الاتفاق النووي بشكله الحالي وان مشاركة الولايات المتحدة ستشكل عاملا مهما للغاية في هذا الصدد على حد تقبيره قال مسؤول لغثة الانسانية بالامم المتحدة ان مسلمين روهينجا يواصلون الفرار من ميانمار الى بنجلاديش وان الامم المتحدة تستعد لاحتمال تدفق موجات جديدة وكرر وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية طلب المنظمة الدولية السماح لها بالدخول الى ولاية راخين في شمال ميانمار قال موقع تقني ان تطبيق اوبر لخدمات النقل لديه لديه القدرة على تسجيل الامور الموجودة على شاشة هواتف ايفون ما يلحق اضرارا كبيرة لخصوصية المستخدمين واضح الموقع ان لدى تطبيق اوبر امكانية لرؤية كل ما يحدث على شاشة الهاتف الذي يحمله في اي وقت حتى لو كان المستخدم يشغل تطبيقا اخر اعلن برشلون الاسباني لكرة القدم تجديد عقد لاعب خط وسطه وقائده اندريس انيستا من دون تحديد نهاية للعقد كان من المفترض ينتهي عقد انيستا مع برشلون مع نهاية الموسم الجاري لكن النادي جدد عقد اللاعب بشكل مفتوح ليستمر حتى الموعد الذي يقرر فيه الرحيل عن الفريق او الاعتزال الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب ان اعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك